السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين في فيديو العرض هناخد برغراف أبوة تغير المناق هنقول بالإنجلش وبعد كده بالعربي when ice melts it causes floods there are many reasons for climate change global warming pollution and cutting down trees cause climate change to reduce climate change we should help the environment and stop this increase temperature we should keep our environment clean and safe. we shouldn't pollute the environment. بعد كده we should plant more trees. we should use green energy such as solar energy water energy and wind energy. كده قلنا بالانجلش هنقوله بالعربي. تغير المناخ هو اخطر مشكلة في جميع انحاء العالم له اثار سيئة على كوكبنا تغير المناخ هو ارتفاع درجة حرارة الارض يمكن لتغير المناخ ان يزيب الجليد على قم الجبال انما يزوب الجليد فانه يسبب الفيضانات هناك العديد من الاسباب لتغير المناخ الاحتباس الحراري والتلوس وقطع الاشغار تسبب تغير المناخ للحد من تغير المناخ يجب ان نساعد البيئة ونوقف هذا الارتفاع في درجة الحرارة يجب ان نحافظ على بيئتنا نظيفة وامنة يجب ان نلوز البيئة يجب ان نزرع المزيد من الاشجار يجب ان نستخدم الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح هنا بقول لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة كوكب العرض المسؤول عن هذا الارتفاع هو زيادة نسبة سنة وصد الكربون في الجو مما يؤدي الى زوبان الجريت في القرى القطبية الشمالية والجنوبية هذا بدوره يؤدي الى فيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر كده كنت وصلت معاكم لنهاية الفيديو أسيبكم فراية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة